اشتركوا في القناة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد النبوي الشريف وتحديدا في الروضة الشريفة عند استوانة الوفود حضر وفد من نصارى نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في ذاك الوقت هناك وفد أيضا من اليهود وكلنا نعرف العداوة الشديدة بين اليهود والنصارى من أيام سيدنا عيسى عليه السلام وتمار الفريقان فقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كلا ليس الأمر كما تظنون ولو كان دخول الجنة بالأماني لما دخل النار أحد قال اليهود والنصارى ذلك من باب التمني ولم يكن عندهم من دليل أو حجة أو برهان فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات لنعلم جميعا من يستحق دخول الجنة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كلا أيها اليهود والنصارى ليس الأمر بأمانيكم ودعويكم وإنما يدخل الجنة كل من أسلم وجهه لله وأخلص لله سبحانه وتعالى وهو محسن في عمله متبع لهدي الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه وبكل تأكيد هذا الثواب هو دخول الجنة والتنعم بها ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبكده حصل لهم المرغوب ونجو من المرغوب فلا خوف عليهم مما هو آتي من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا ويتبين لنا فضل الكرآن الكريم ففيه الدليل والبرهان على كيفية دخول الجنة لما نشوف كلمة بلى في آية قرآنية فليها دلالة فهي تأتي لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها فنفت مقولة اليهود والنصارى اللي هي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرانيا وأثبتت ما بعدها وهو أن دخول الجنة لمن أسلم وجه لله وهو محسن وخلونا ناخد مثال للتوضيح لو واحد جل حضرتك وقال ما لكش عندي فلوس فإن أجبت بنعم فأنت تثبت صحة كلامه وإن قلت بلى فأنت تنفي هذا الكلام ثم تأتي بالدليل فتقول له بلى أنت مش فاكر لما اديتك الفلوس يوم كذا كلنا نعرف معنى الإسلام وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد لله تعالى في جميع أوامره فعلينا جميعا أن نكون مستسلمين خاضعين منقاضين لأوامر الله عز وجل فليس لنا هوى ولا اقتناعات مع أوامر الله عز وجل وللأسف شديد كثير من النساء المسلمات حين يأتي ذكر الحجاب تقول اقنعني بالحجاب علشان ألبسه كلا آياتها السيدة ليس الأمر بالإقناع بل بالدليل الشرعي من الكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فهل نحن ممن أسلم وجهه لله هل نحن ممن قال بصدق ويقين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين هل نحن ممن أخلص في قوله وعمله لله رب العالمين وكان العرب كثيرا ما يذكرون الوجه ويقصدون به الكل ده بكل تأكيد يرجع لأن الوجه أشرف شيء في الإنسان وأكرم عضو في الإنسان فالوجه هو ما يميزنا عن بعضنا البعض وفي الوجه مركز الفكر والنطق وده معناه إذا خضع أكرم شيء اللي هو الوجه بكل تأكيد خضعت جميع الجوارح والأعضاء وهو محسن في عمله متبع لهدي الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلاصة في كل اللي قلناه إن العمل علشان يقبل لابد من توفر شرطين الإخلاص لله وأن يكون موافقا لمنهاج وشريعة رسول الله وأول ما بنسمع فله أجره عند ربه بنشعر بالاطمئنان الشديد والسكينة فالله عز وجل قادر بكل تأكيد على تسخير العباد لعمل ما يريد دون أجر ولكن الله عز وجل العدل يكلف العباد بعمل ويعطيهم أجرا عليه ومن كان أجره عند الله فلا خوف عليه من بخس فالأجر ليس من مساوي يساومك على الأجر ولكنه من الله رب العالمين الغني واسع الفضل لم يذكر الله سبحانه وتعالى الأجر ولكن نسبه إلى نفسه فأبشر بسعدك ولا خوف عليهم لما هو آت ولا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما مضى من أعمارهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا الزائل وردت جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن الكريم أكتر من 11 مرة وفي صورة البقرة الوحديها وردت جملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ست مرات فبعد هبوط آدم حواء عليهم السلام إلى الأرض قال الله عز وجل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي هذه الآية الكريمة كل من أسلم وجهه لله هو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكل من أنفق ما له في سبيل الله وأنفقه سرا وعلانية فهو ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأيضا هناك كل من آمن بالله وعمل صالحا وأقام الصلاة وآت الزكاة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاللهم اجعلنا جميعا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي هذه الآية الشريفة رشدته لكل من يعاني من أمراض نفسية هنلاقي الاكتئاب والحزن والألم والمعاناة سببها رفض الماضي أما بقى الخوف والرعب والقلق سببها رفض المستقبل أما الغضب والزهق والملل سببه رفض الحاضر وعلى كل الأمراض دي في الآية الكريمة لأن عكس الرفض هو الكبول والاستسلام لله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن بموسى عليه السلام في عهد موسى عليه السلام واتبع الشريع والطورة فهو ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولما جاء عيسى عليه السلام من آمن بعيسى عليه السلام واتبع الشريع والإنجيل فهو ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين من اتبع الشريعة محمد وآمن بالله عز وجل وفقا للقرآن الكريم فهو ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما من ظل على شريعته المنسوخة من اليهود والنصارى فلن يدخل الجنة ولو كان ملاكا يسير على الأرض فالإسلام هو دين الله جمع به الديانات وأدان به العباد جزاكم الله خيرا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر